في الاستوديوية نضم إلينا الدكتور كمال عكاش الاختصاصي في الأمراض المعدية دكتور كمال مرحبا بك أهلا وسهلا بك أواخر ديسمبر أعلن اكتشاف هذا الفيروس حتى أول حالة وفاة كانت في 11 يناير اليوم نحن في 26 يناير تقريبا 20 يوم امتشر في 15 بلداً وسجلت حالة إصابة في 15 بلد على مستوى العالم هذا الانتشار يعتبر سريع مقارنة بفيروس كورونا السابق وبالفصائل أيضاً منتمية لفيروس سارس أيها شوف الكورونا فيروس بحد ذاته نحن نعرفه من زمن هو كان يصيب الكبار بالصغار الكبار بيصيبهم بس لإصابة خفيفة مثل في صابة الإنفلونزا حتى الأخ السعودي خربط قال لك في صابة الإنفلونزا نفس الأعراض تعرف الأعراض الرشح عراض الزكام العديد الزكام بسيط كان يصيب مثلاً الأنف والإزا والحنجر ما تغير الآن هو التغيير الجيني في هذا الكورونا فيروس مشانيك سمقول الكورونا فيروس 2019 ما ولد في 2019 في ديسمبر الجديد هذا التحول الجيني هذا التحول الجيني يخلي هذا الفيروس يكون قوي أكتر خطر أكتر صار الالتهاب ممس بالالتهاب بالأنفلز والحنجرة صار يدخل على القصبات جهاز التنفسي جهاز التنفسي بالكامل نقصد الرئة أول حالة وفاة شو صارت صارت الرئة بالطرفين السباب للوفاة هو قصور بالتنفس يعني نحن نعرف هذا الفيروس حتى عند الصغار بيسبب حتى مرادة الإسهالات مثل الكورونا فيروس كان عبارة عن فيروس مسالم هلأ التغير الجيني الذي حدث في ديسمبر خل هذا الفيروس ينتشر بسرعة أكتر تغير الجيني بمعنى ماذا؟ يعني فيه كلام عن أنه مصدره ثعبان قيل وقيل بأنه في منطقة بيئ مأكلات بحرية في وهان في مقاطع السبب هو كان كباب واضح لأنه تم الانتشار من مدينة فوهان بمحل ما ينباع السيفود صينيا موش بس سيفود عندهم نفس مكان ينبيعوا ينبيعوا بعض الحيوانات بما فيها الثعابين والأرانب طيب الثعبان يأكل كل شيء بما فيه حتى الوطوات حتى ما بيعرفوا أنه يعني بالعادي الكورونوفاريس ينتشر بين الحيوانات كمان يفي معمل بين البشر من إصابة مثل الزكام ينتشر بين حيوان لآخر ما حدث الآن هذا من الحيوان انتشر للإنسان ومن الإنسان لإنسان الآخر ليش عم نقول أنه من الصين بهذا المنطقة لأنه أغلب الحالات التي تم تسجيلها في ديسمبر كان في مدينة فوهان بالسيفود ماركت هو الحيوان هو الحية والأرنب 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 لسه يتم البحثة له بس غالبا انتشر بين الحيوان للإنسان الآن انتشاره من إنسان إلى إنسان كيف يتم العدوى؟ العدوى بكل بسيطة هدوه بشكل مباشر يعني؟ بشكل مباشر نحن نسميه التلام وسطبعا قوي أكتر بعدين الرذاز يعني إذا أنت عم تسعى لو سعالت علي بعض الرذاز اللي بيطلع هذا بيكون مصدر مباشر للإصابة لشهن هيك وضع الكمامية مثل ما شفت يحمي من وقت ستأسى عنا عطصنا هذه تحمي المرض هو مرض فيروسي ومثل ما بتعرف نحن ما له علاج له وقاية نحن وقت لي منعالش ومنعالش منعالش الأعراض يعني عندنا قصور تنفسي منساعد المجلس بكلام عن أن وصين خلاص وصلت إلى لقاح لمعالجة المرض روسيا كمان قالت أنه وصلت أو أنها تقترب من الوصول لا أخبار أو وصلت لا لأنه نحن نتعمل أخبار ساعة بساعة سيد الكريم لم يوجد حتى مبارحة كانت عدد الإصابة أقل من اليوم اليوم أتحدث عن 15 دولي مبارحة كنا أتحدث عن 11-12 إصابة جديدة في الهند إصابات من ثلاثة أيام كنت لسه عم بأنه كان إصابة فقط خارج الصين فقط في تايلاند أول إصابة خارج الصين وطبع الاكتشاف كان هذا مسافر من الصين في أوروبا في أوروبا المسافرين من الصين مشان هيك تم هلأ حجز وتم حجز هالعشرين مليون في مدينة غوهان مشان ما يدروا ينشروا هالمرض حتى ممكن بنعونا بدخولنا على المدارس والمحلات العامة يعني نحاول نحن نحجز أنه ما ينتشر من هذه المنطقة إلى الخارج بس هو بالتأكيد في هذه المنطقة لكل إصابات انطلقت من هذا المركز في خطورة لإصابة بالمرض عن طريق المنتجات اللي يتم شراءها من الصين تعرف أجهزة ألعاب أي شيء تجينك كذلك من الصين يعني موحد مصي مصاب بالمرض لمس أحد الأجهزة هذه وجاءنا من خلال هذا فيه هي هلأ إذا كان هو عم يتعامل مع هذا الجهاز وكان عم يعتص عليه وعم يحطه الذاذ عليه ما يدري هو أنه مصاب ولا لا يعني يمكنه أنه موجود الأجهزة يعني يجي من الصين وتحمل مثلا الليمون ما أظن الأجهزة أنا معرف فيه خطورة لهذا الأمر ولا لا ولا يجب أن يكون لا تنسى أنه نحن هلأ فيه بحث نحن عم تجرى البحوث مشان نعرف هذا أدي شدة الخطورة لهذا وقدرته على الانتشار لأنه مثل ما قلت لك صار التغيير الجيني وخلاه يقدر عليه ينتشر بأسرع وصابته صايت أخطر يعني اثنين ما أظن الأجهزة إلى خطر بس إذا كان فيه قدامك حدا هلأ في مكان عام عم يعتص وعنده حرارة هذا اللي لازم ننتبه منه لأنه أظن أغطص عليك أو صار فيه تلامس مباشر هنا أجوض الخطورة أما عن طريق أجهزة أي أظن السببت بكتور في الدول العربية الآن نحن قادرين الدول العربية على مواجهة هذا المرض بدءا من الأجهزة لإكتشاف هذا المرض ثم التعامل معه تعرف أنه في الدول العربية في كورونا على سبيل المثال بين نسخه ومستوياته عانت منها بعض الدول في حالات كثيرة أيضا ربما وصل إلى حالة تشبه الوباء المنتشر مدى استعداد دولنا العربية خليتكلم عن الخليج والدول العربية بشكل عام للتعامل مع هكذا فيروس مطور اليوم الخليج فيه شوية تقدم بالهيئة وبعدين فيه رحالة خاصة دبي الخليج بشكل عام هو ملتقى بين الشرق والغرب وبدأ هذا المرض في الشرق كثيرين صينيين يجوا على دبي هذا يجو مشانيك فيه خطر يعني السياح من الصين ومن كل الشرق إلى دبي يختلف عن أي مكان تاني بصفته هي بحط نزال العالم ووصل ما بين الشرق والغرب مشانيك عندك حالات أكتر كتير تنتصر على دبي الخطورة أكتر يعني الوقاية لازم يكون أكتر كيف الوقاية؟ الوقاية إذا كان عندنا أي واحد يسوص المصاب عنده حرارة عم يعطس عم يسعل أو عنده قصور في التنفس هاي الحالات اللي يجي يحط في شارة استفهام يجب أن تعزل ويجب أن نأخذ الحذر منها بس بالدول العربية التانية كمان طبعا نفس الاحتياطات يجب أن تؤخذ بس يمكن الخطورة أكتر هون بالوضع الخاص لدبي والخليج بصفة الوصل بين الشرق والغرب شكرا جزيلا على الفادة على تواجدك معنا شكرا أولاك شخصة الأمراض المعدية شكرا